اهلا بكم اعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني مع حلقة جديدة من برنامجكم في بيتنا مدرسة حلقة النهاردة ان شاء الله هتكون مخصصة لطلبة التعليم الصناعي الاقسام المعبارية وهيكون معانا النهاردة تخصص اعمال نجارة العمارة ومادة التخطيط وادارة الانتاج للصف الثالث ان شاء الله بإذن الله النهاردة مادة التخطيط هتكون دي اول حلقة في مادة التخطيط للترمي التاني وهيكون معانا النهاردة ازاي نعرف نعمل مؤيسة سواء لكشف كمية او كشف مغلق ونعرف ايه الغرض من كشف الكمية وايه هو الغرض من كشف المغلق وازاي نعرف المؤيسة للابواب المستخدمة في اعمال النجارة وزاي ما احنا عارفين ان طبعا انا عندي مؤيسة باب حشوات مهرمة وباب اسلامي التراز والباب البلكونة وعندي مؤيسة للشباك الشمسية والزجاج دول الاربع مؤيسات المقررين علينا وهنبتد النهاردة باول مؤيسة من مادة التخطيط وادارة الانتاج مع بعد كده نشوف على السلايد اول مؤيسة طبعا هناخدها اللي هي باب بحشوات مهرمة طبعا باب خارجي ضلفة واحدة اول حاجة لما نبتدي نقول ازاي نحل اي مؤيسة وما هو كشف الكمية التفصيلي وما هو الغرض منه وكيف يدون في المؤيسات اولا اول كشف باستخدمه في مؤيسات النجارة كشف الكمية التفصيلي والغرض منه هو ايجاد اطوال الاخشاب اللازمة لتنفيذ اعمال النجارة بالمتر الطولي دايما في اعمال النجارة عندي متر طولي وعندي متر مكعب يعني ايه متر طولي يعني بعرف اطوال الاخشاب بالمتر الطولي اما المتر مكعب معناها ان انا بكعب الخشب بتاعي فبدرب طوله فعرضه في صمكه ودايما الخشب اللي احنا نستخدمه في عمل المؤيسات هو الخشب الموسكي يعني ايه خشب الموسكي يعني ليه اطوال وليه عروض وليه صمك مختلف موجود في المغلق لأن المكان اللي بجيب منه الخشب بتاعي هو المغلق طيب أطوال الخشب الموسكي أطوال الخشب الموسكي بتبدأ من 3 متر وتنتهي إلى 6 متر بزيادة قدرها 30 سنتي يعني إيه؟ يعني ببتدي بتلاتة متر موجود في المغلق الخشب بطول 3 متر وبزود 30 يبقى 3 متر 30 3 متر 60 3 متر 90 4 متر 20 4 متر 50 4 متر 80 5 متر 10 45 5 متر 70 وآخر حاجة 6 متر يبقى الأطوال الخشب الموسكي موجودة في المغلق بأطوال بتبدأ من 3 متر إلى 6 متر بزيادة قدرها 30 سنتي أما عرض الخشب الموسكي بيبدأ من 7 سنتي ونص وآخره 30 سنتي بزيادة قدرها 2 سنتي ونص يعني 7 ونص 10 12 ونص 15 17 ونص 20 22 ونص 25 27 30 سنتي يبقى العرض بيزيج كل 2 سنتي ونص وآخر حاجة موجودة في العرض 30 سنتي طب لو أنا حبيت أعمل عرض أكبر من الموجود بضطر أن أنا أستخدم عملية يطلق عليها لفز اللحمات وهي عبارة عن لس قلوحين أو أكثر للحصول على عروض غير موجود منها في الأسواق أما السمك بتاع الخشب الموسكي بيبدأ من 2 سنتي ونص إلى 10 سنتي وهو طبعاً 2 ونص تقريباً اللي هي البوصة تعالوا مع بعض نشوف نكمل الكشفات بتاعتنا يبقى إحنا قلنا أول كشف عندنا وهو كشف الكمية التفصيلي والغرض منه إيجاد أطوال الأخشاب بالمتر الطولي وتعتبر المؤيسة الكمية هي الأساسة الذي يمكن بواسطته إيجاد كمية المواد وكيفية حساب التكاليف اللازمة طبعاً الكشف بتاعنا بتاع كشف الكمية التفصيلي بيدون فيه جدول عبارة عن بند بيان الأعمال العدد القطاع بالسنتي عرض سمك الطول بالمتر ملاحظات زي ما انت شايف الطول بالمتر إحنا قلنا الغرض من كشف الكمية هو إيجاد أطوال الأخشاب بالمتر الطولي يبقى الغرض من الكشف ده هو البند الطول بالمتر وطبعاً في أول الكشف ببدايته لازم أقول بالمتر الطولي خشب موسكي لزول لأن احنا طبعاً اتفقنا أن الأخشاب أو كشف الكمية هيجاب بالمتر الطولي تعالوا مع بعض نشوف الكشف الثاني وهو كشف المغلق والغرض منه هو إيجاد كمية الأخشاب بالمتر المكعب يعني متر مكعب؟ يعني بضرب الطول في العرض في السمك يبقى كشف المغلق بيجي بالمتر المكعب وإحنا طبعاً هنعمل كشف المغلق هنشتغل على الخشب الموسكي اللي لسه ذكرين دلوقتي أطواله وعروضه والسمك بتاعه وطبعاً هو بيدون في كشف كالموضح أمامكم عبارة عن الغرض من كشف المغلق هو إيجاد كمية الأخشاب بالمتر المكعب وبيدون في جدول بند بيان الأعمال العدد المقاسات بالمتر الطول والعرض والسمك لأن احنا شغالين بالمتر المكعب طبعاً جزئية كمية ومعنى أن أنا باخذ بزئية ممكن البند يكون جزئتين أو تلاتة بعد كده بجمعهم وحطهم في بند الكمية ولكن إذا كان البند جزئية واحدة يبقى الجزئية هي الكمية التفصيلات ده بند بحطه فيه قطعة الخشب وببتدي أفصلها على حسب القطاعات الموجودة عندي وفي بداية الكشف المغلق بكتب بالمتر المكعب خشب موسكي لزول يبقى احنا دلوقتي عرفنا أن هما الكشفين اللي بعملهم في مادة المؤيسات هو كشف الكمية وكشف المغلق وقلنا كشف الكمية الغرض منه إيجاد أطوال الأخشاب بالمتر الطولي عشان كده بنكتب في بداية الكشف بالمتر الطولي خشب موسكي لزول أما الغرض من كشف المغلق إيجاد كمية الأخشاب بالمتر المكعب والمتر المكعب زي ما ذكرنا بضرب الطول في العرض في الصم خلي بالك وبنكتب في بداية كشف المغلق بالمتر المكعب خشب موسكي لزول وبنبتدي ناخد في كشف المغلق الأطواء الأروق القطاعات المتشابة من حيث العرض والصم يلا مع بعد ناخد مؤيسة ونشوف المؤيسة شكلها بتيجي إزاي في الامتحان الراجب يكتب لي في الامتحان الرسم الموضح عبارة عن باب بحشوات مهرمة أول مؤيسة أنا أخدها خارجي لباب خارجي ضلفة واحدة من الخشب الموسكي مركب في فتحة مباني مقاس متر في 2 متر عشرة نخلي بالنا من الحتة دي الجزئية دي يعني إيه متر في 2 متر عشرة يعني طول في ارتفاع دايما أعمال النجارة بتبقى طول طول في ارتفاع وليس الطول في عرض لأ طول في ارتفاع وطول الفتحة لما بتكون متر أو أقل من متر الباب بتكون ضلفة واحدة أما إذا كان طول الفتحة أكبر من متر زي متر عشرة أو متر عشرين أو متر أربعين بيتعامل الباب ضلفتين أو أكثر طبعا يبقى أنا عندي فتحة المباني موجودة طول في ارتفاع هو ما ذكر ليش أهو يبقى طول الفتحة متر في ارتفاع الفتحة 2 متر عشرة وال2 متر عشرة دي قد تكون ستة لإني طبعا أكثر ارتفاع موجود دلوقتي 2 متر عشرة أو 2 متر عشرين على حاقة سمك 12 من 100 من المتر 12 من 100 من المتر اللي هو نص طوبة طبعا إذن هيتعمل البر من الجهتين يبقى معنا لما يقول لي على حاقة سمك 12 من 100 يبقى لما تجي تحسب البر هيتحسب من الجهتين طبعا مادة التكنولوجيا كانت مساعداني في كيفية معرفة قطاعات الأخشاب ومكونات الأخشاب ويعرفنا كل ما يتعلق بنجارة الأبواب إحنا بقى النهاردة إزاي نعمل مؤيسة ونحسب كميات الخشب لباب بحشوات مهرمة إيه المطلوب مني؟ المطلوب مني طبعا كشفين أول كشف كمية تفصيلي للأخشاب اللازمة لعدد باب واحد أما الكشف الثاني كشف مغلق لعدد أربع أبواب وكشف المغلق زي ما انت شايف لعدد أربع أبواب يعني أنت هتعمل كشف كمية لباب واحد ولما تيجي تجيب كمية الخشب تجيبها الأربع أبواب من نفس النوع يلا مع بعض نشوف آدي شكل الباب تعالى نذكر المكونات بتاعته زي ما انت شايفين آدي فتحة المباني طول الفتحة متر وارتفاع الفتحة 2 متر 10 تعالى كده نوضحها يبقى احنا آدي طول الفتحة متر في ارتفاع الفتحة 2 متر 10 ونبين لي هنا القطاع الأفقي والقطاع الجانبي والمسقط الرأسي تعالى نذكر كده المكونات أول حاجة عندي زي ما انت شايفين آدي أي من الحل عندي أي من وعندي معبرة واطلق لفظ معبرة بهذا الاسم لأنه بيتم العبور من خلالها يبقى عندي أول حاجة في الحل أي من ومعبرة معروف طبعا من مادة التكنولوجيا ان الحل من قطاع 15 في 5 سنتي بعد كده عندي الضالفة مكونة من قائمين ورأس عليا واخرى صفلة وتسمى تحلية او تأفيصة والأوايم بتكون من قطاع 10 في 5 عندي أي من لأن الباب ضالفة واحدة والرأس العليا والرؤوس الوسطى بتكون 10 في 5 طبعا الرأس الصفلة بتكون أعرض بتكون 20 في 5 القطاعات دي طبعا مذكورة فيه مادة التكنولوجيا اللي بتساعدني كتير فيه فهم مادة التخطيط وإدارة الإنتاج بعد كده عندي هنا موجود بين الرؤوس وبعضها فيه عندي الصاري والصاري هنا فايدته عندي خمس صواري واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة فايدة الصاري ان هو بيقسم لي ايه الى حشوتين المسافة دي الحشوتين مهرمتين عشان كده اطلق على هذا الباب لفظ باب بحشوات مهرمة نظرا لوجود حشوات على شكل هرم وطبعا المهرمة من الجاتين مباني هنا في القطاع الجانبي انه ايه مهرمة من الجاتين الصاري بيكون من قطاع حوالي سبعة ونص أو قطاع عشرة وخمسة هنشوف دلوقتي قطاعات الاخشاب هل يطار هو مديني قطاعات الاخشاب ولا مطروك حسب اصول الصناعة لو قل مطروك حسب اصول الصناعة يبقى بتدي اعمل قطاعات الاخشاب اللي انا تعلمتها من مادة التكنولوجيا تعالوا مع بعض كده نشوف بقيت اه دي قطاعات اهو مديني جدول قطاعات الاخشاب المستعملة بيدنهولي في الامتحان طبعا بند بين الاعمال قطاع بالصنطي العرض والسمك ومديني ملاحظات لو فيه اي ملاحظات هنشوفها دلوقتي اول حاجة بند واحد قوائم ومعبرة الحل من قطاع عرض خمستاشر في خمسة القوائم والرؤوس العليا والوسطى كما ذكرنا من قطاع عرض عشرة في سنك خمسة سنطي بند تلاتة الرأس السفلة طبعا بيكون اعرض لان هي اللي بتشيل حمل الباب بيكون من عرض عشرين في خمسة الصاري او الصواري الموجودة بين الرؤوس وبعضها عشان تفصل لي ما بين حشوتين مهرمتين بتكون من عرض سبعة ونص في خمسة ولكن في الملاحظات اللي تؤخذ من قطاع خمستاشر في خمسة دي هنستخدمها في كشف المغلق ومعناها ان بيقول لي ان العرض بتاعك هاتو عرض خمستاشر واقسم اللوح من العرض نصين عشان يبقى سبعة ونص يعني هذه الملاحظة الموجودة وهنستخدمها فيه كشف المغلق قوائم ومعبرة البر سبعة ونص فيه سمك اتنين سنتي ونص اما الحشوات الراجل مش مديني عرضها محتاجة جيب العرض طبعا ومديني السمك تلاتة سنتي وتمانية ملي هنبتدنحل المؤيسة اول حاجة كشف الكمية التفصيلي للاخشاب اللازمة لباب واحد زي ما انتوا شايفين ادي شكل الجدول باند بيان الاعمال العدد القطاع عرض سمك عين يعني عرض سين يعني سمك الطول بالمتر ملاحظات بكتب الملاحظات بتاعتي اللي جبت منها الاطوال طبعا انا محتاجة اجيب الطول لان احنا قلنا الغرض من كشف الكمية التفصيلي هو ايجاد اطوال الاخشاب بالمتر الطولي تعالوا نشتغل اول بند بند واحد هنقول طبعا في بداية الكشف بالمتر الطولي خشب موسكي لزوم بند واحد لزوم اوايم الحلب بشتغل على جدول قطاعات الاخشاب اللي هو مدهوني او بشتغل بالترتيب المكونات بتاعتي اول حاجة في الحل الاوايم طبعا الاوايم موجودة في فتحة اتنين متر عشرة تعالوا مع بعض كده نشوف الاوايم هتبقى كام طيب نخلينا مع بعض كده وهوضحها لك برضو طبعا هي الاوايم موجودة في فتحة اتنين متر عشرة عشان اجيب الاوايم انا حابب اوضحها لكم نجيب كده شريحة ونحاول نوضح الجزئية دي مع بعض كده يا شباب تمام نجيب لون تعالوا كده مع بعض ادي عندي اايم الحل اهجبروا كده عشان يبان ادي اايم الحل طبعا ادي فتحة المباني وادي الارضية بتاعتي او البلاط بتاعه بالشكل ده المسافة من اول هنا لحد الارضية بتاعتي دي اتنين متر عشرة انا عايز اجيب طول اايم الحل وعند الفراخ ده الخلوص اللي بسيبه واحد سنتي طيب انا عايز اجيب الطول طبعا هطرح من الاتنين متر عشرة الواحد سنتي الخلوص يبقى الايم ده هيبقى كام اتنين متر كام اتنين متر تسعة اذا اايم الحلقة هيبقى اتنين متر كام تسعة طيب دايما في النجارة بنزود زيادات تشغيل بنزود في الاوايم دفر وبيكون خمسة سنتي وبنزود فيه الرؤوس والمعبرة تلسين بيكون اتنين سنتي ونص طبعا ده اايم يبقى هزود خمسة من فوق دفر وخمسة من تحت يبقى هزود على الاتنين متر تسعة اتنين في خمسة مين من مية لان شغال بالمتر يبقى عشرة يبقى عشرة على اتنين متر تسعة يبقى طول ده يطلع كام هيطلع لي اتنين متر تسعة تاشر زي ما انتم ملاحظين اللي زاد على فتحة المباني تسعة سنتي جات منين لان نقصت واحد سنتي خلوس وزودت عشرة دفر يبقى عشرة بشيل منهم واحد بقى معايا تسعة بالزيادة بحطوهم على اتنين متر عشرة يبقى اتنين متر تسعة تاشر يبقى طول الايم بالزيادة اتنين متر كام 2 متر 19 طيب تعالوا نخش على المعبرة معبرة الحل زي ما انتو شايفين المعبرة موجودة في الفتحة اللي هي متر تعالوا كده نوضحها آدي الحائط يمين وآدي الحائط شمال والفتحة من أول هنا لحد هنا اللي هي فتحة المباني بتكون 1 متر زي ما انتو شايفين آهو آدي فتحة المباني متر طبعا آدي فراغ 1 سنتي خلوس يمين وآدي فراغ 1 سنتي خلوس شمال طبعا هشيل من المتر 1 يمين 1 شمال هيديني معبرة كام 98 ودي بنسميها فتحة نجارة يبقى طول المعبرة بعد ما شيلت الخلوس اليمين والخلوس الشمال طيب الخلوس ده بشيله ليه عشان لما جاوزن طبعا احنا قلنا لازم الحلقة توزن بمزان الميع فلازم بسيب خلوس عشان ابتدي أحرك الحل معايا يمين أو شمال أو لأعلى أو لأسفل طبعا بشيل خلوس يمين 1 سنتي وخلوس شمال 1 سنتي يبقى فتحة النجارة اللي هي من الحل للحل بتكون 98 والمعبرة احنا قلنا بنزود عليها زيادة تشغيل تسمى تلسين 2 في 2.5 معناها طبعا شغالين بالمتر يبقى 2 في 25 من 1000 يبقى 5 هنحطها على 98 هتديني متر وكام متر وتلاتة ولو لحظت ان الزيادة بتاعتي 3 سنتي لان فتحة المباني كانت متر ليه لان زودت 5 سنتي تلسين 2.5 يمين و2.5 شمال ونقصت 2 سنتي خلوس يبقى عندي 5 هشيل منهم خلوس 2 يتبقى معايا 3 بحطهم على المتر بمتر وكام متر 3 يبقى انا كده عرفت ان الاوائم هتبقى 2.19 بعد الزيادة بتاعتي او الاطوار بتاعتها والمعبرة هتكون متر و3 من 10 تعالوا مع بعض كده نشوف بالزبط كده هو ودي الطول هيبقى 2 متر كام زي ما احنا قلنا الغرض من كشف الكمية هو ايجاد اطوال الاخشاب بالمتر الطولي يبقى طول اي من الحلق بالزيادة طلع كام 2.19 طيب 9 سنتي زيادة دي هنعمل فيها ايه طبعا بعد ما بقفل الحلق بتاعي وبزبطه ببتدي اشيل الزيادات او بقصب الزيادات بتاعتي من المقاس تعالوا نشوف مع بعض جبنا زي 2.19 بكتب ويفضل ان انت تكتب فيه الملاحظات بتاعتك الملاحظات اللي انت جبت بيها الطول فاول حاجة فتحة المباني 2 متر كام 2 متر 10 زي ما انتو شايفين اه دي فتحة المباني 2 متر 10 بشيل 1 سنتي خلوس من اعلى وبزود 2 في 5 من 100 يبقى عندي 10 بشيل منهم 1 يبقى 9 9 ل2 متر 10 يدين الطول بتاعي كام 2.19 اروح اكتبها في خانة الطول بالمتر البند التاني طبعا اللي هو معبارة الحل زي ما انتو شايفين بند رقم 2 معبارة الايه معبارة الحل وزي ما احنا قلنا ان المعبارة بوجودة فتحة 1 متر هشيل خلوس يمين وخلوس شمال وهزود تلسين 2.5 يمين و 2.5 شمال زي ما احنا لسه رسمينا من شوية هنبتدي نوضح الكلام دوه في الملاحظات ايوا بالزبط كده ادي فتحة المباني 1 متر بشيل خلوس من الجهتين 1 سنتي فبحطهما بين قصين 2 في 1 من 100 1 من 100 لان احنا شغالين بالمتر الواحد سنتي بواحد من 100 بعد كده بزود تلسين اللي هي زيادة التشغيل واحنا قلنا بنزود التلسين في المعبارة والرؤوس الحاجة اللي موجود فيها لسان فبزود تلسين 2 سنتي ونص تكتب 2 في 25 من 1000 جبتها ازاي دايما بقسم اي حاجة عالمية عشان يدهاني بالمتر بالمتر بتاعي طبعا ادي خمسة بشيل منهم اتنين يتبقى تلاتة تلاتة على المتر يديني متر وكام متر وثلاتة ازا المعبارة بتاعتي بالزيادة بتاعتي هتبقى متر وكام متر وثلاتة يبقى ازا اصبح اوائم الحل بعد الزيادة 2 متر 19 وبزود فيه المعبارة 3 سنتي بقى متر وثلاتة يبقى ازا بزود في الاوائم 9 سنتي وبزود في المعبارة 3 سنتي ودي بيكون ثابتة لان طبعا انا بزود دفر في الاوائم وبنقص 1 سنتي خلوص بزود دفر 10 وبنقص خلوص 1 بقى معايا 9 بحطه على فتحة المباني زي ما انت شايف يدين 2.19 اما المعبرة بزود تلسين 2.5 يمين و 2.5 شمالي بزودت 5 وبنقص منه الخلوص 2 يبقى معايا 3 بالزيادة بحطه على فتحة المباني يعني لو فتحة المباني طول الفتحة كان 90 تبقى ايزا طول المعبرة بالزيادة 3.90 وطبعا الفتحة عندنا متر في اصباحة متر وكام متر وتلاتة تعالوا نشوف البند اللي بعدين البند رقم 3 انا بشتغل على ترتيب قطاعات الاخشاب او جدول قطاعات الاخشاب اللي هو مدهوني في بداية مع المسألة بتاعتي او مع ورقة الامتحان تعالوا نشوف مع بعض البند رقم 3 قوائم الضلفة طبعا عندي ايمين لان الباب ضلفة واحدة لو كان عندي الباب ضلفتين هيبقى 2 يمين و 2 شمالي بقى العدد 4 لكن الباب الموجود معايا ضلفة واحدة اذا العدد بيكون 2 العرض طبعا 10 في 5 مدهوني في جدول قطاعات الاخشاب تعالوا مع بعض نشوف الملاحظات بتاعتنا وبرضو نرسمها نحاول نرسمها تاني مع بعض نجيب شاشة هيط ونبتدي نجيب لون معانا تعالوا نجيب المراضي لون مختلف لون اسود ونشوف مع بعض قادي قايم الضلفة قادي يا جماعة قايم الضلفة وقادي الارض او البلاط بتاعي شايفين الفراغ اللي ما بين قايم الضلفة والارض ده ده بسميه واحد سنتي وبيكون خلوس من اسفل عشان الباب يفتح ويقفل لو انا ما سبتش الواحد سنتي الخلوس الباب ممكن في اسنان الفتح والقفل بيبتدي احتك مع البلاط فطبعا مش يفتح ويقفل بسهولة ويبقى صعب في عملية الفتح والغلق عشان كده بسيب خلوس من اسفل قدره واحد سنتي طبعا عندي بعد كده في هنا سمك المعبرة فوق اي متضال في سمك المعبرة بعد عمل الافريز طبعا سمك المعبرة بيكون خمسة بشيل منها واحد سنتي افريز يبقى اربعة سنتي يبقى سمك المعبرة اربعة سنتي ودي الحائط بتاعي ودي الخلوس اللي كان موجود معايا قبل كده زي ما انتو شايفين والمسافة من اول هنا لحد البلاط عايش الرسمي مش مظبوط شوية ولكن هنوضحها بس وبعد كده نوضحها في الشرايح يبقى انا عندي الفتحة دي كلها اتنين متر عشرة لان الاواي موجودة فتحة اتنين متر عشرة يلا مع بعض عايزين نعرف طول اي متضالفة قد ايه يبقى انا المطوب مني هعرف طول اي متضالفة من اول المسافة دي لحد المسافة دي طب نجيبها ازاي هنشيل خمسة من فوق قد رأى واحد سنتي واربعة سنتي سمك الحل بعد كده هشيل واحد من تحت يبقى دي واحد واربعة خمسة ودي واحد ستة ستة من اتنين متر عشرة يتبقى معايا ايه مضالفة كام اتنين متر وكام واربعة سنتي طيب نزود زيادات التشغيل بتاعتنا قلنا بنزود في الاوايم الحاجة اللي بيكون موجود فيها نقر بزود فيها ضفر خمسة سنتي من فوق وخمسة سنتي من تحت يبقى هزود عشرة سنتي وهكتبها كده زائد اتنين في خمسة من مية يبقى انا زودت عشرة على اتنين متر اربعة يديني اتنين متر كام يبقى طول قايم الضلفة اتنين متر كام اربعة عشرة كبتها منين بشيل واحد سنتي خلوس من اعلى بشيل سمك المعبرة بعد عمل الفريز اربعة سنتي بشيل واحد سنتي خلوس من اسفل يديني واحد واربعة خمسة وده واحد ستة بطرحها من الاتنين متر عشرة اللي هي طول الفتحة بيديني او ارتفاع الفتحة بيديني اتنين متر اربعة بزود عليها الضفر اللي احنا بنزوده في الاوايم يبقى اتنين متر كام اربعة عشرة تعالوا نخش مع بعض على الراس العليا بالمرة نوضحها ادي عندي الراس العليا زي ما انتو شايفين اهيه عايز برضو اعرف طولها ببتدي طبعا ارسم ادي ايم الحل سمكه بعد عمل الفريز اربعة وادي ايم الحلق شمال سمكه بعد عمل الفريز اربعة وبشيل وادي الحيطة يمين وادي الفراغ اللي احنا بنشيله اللي هو واحد سنتي خلوص يمين وادي واحد سنتي خلوص شمال وطبعا المسافة من اول هنا لحد هنا كام واحد متر اللي هي طول الفتحة يلا بينا نكتبها ادي واحد متر تمام عشان اعرف الراس العليا ادي ايه هشيل وققى الخمسة سنتي يمين واشيل الخمسة سنتي الشمال يبقى كده قدرها كام عشرة عشرة من المتر يتبقى كام تسعين يبقى طول الراس العليا كام تسعين الراس دي بزود عليها تلسين هزود اتنين في اتنين ونص واكتبها داخل قصين معناها اتنين في اتنين ونص معناها اتنين في خمسة وعشرين من الف يبقى خمسة ودي تسعين يبقى طول الراس العليا كام خمسة وتسعين من مية من المتر تعال نشوف مع بعض كده نوضحها كده مع بعض زي ما انتو شايفين اه دي بند الاوايم العدد اتنين عرض عشرة في سمك خمسة عايز اجيب الطول بالمتر كام اتنين متر اربعة عشر ليه اللي حصل نقصت واحد سنتي خلوس من اعلى نقصت اربعة سنتي سمك المعبرة بعد عمل الفريز نقصت واحد سنتي خلوس من اسفل يبقى واحد واربعة خمسة وواحد ستة سنتي بشيل الستة سنتي من الاتنين متر عشرة اديني طول الايم اتنين متر اربعة بزود طبعا في الاوايم ضفر خمسة من فوق وخمسة من تحت يبقى اتنين في خمسة من مية يبقى عشرة عشرة واثنين متر اربعة يبقى اتنين متر كام اربعة عشر زي ما انتوا شايفين يبقى فتحة اه هنا اداني بقى اللي هنا ذكرت هنا فتحة نجارة ليه لان انا شيلت الخلوس الواحد سنتي فاصبحت الفتحة اتنين متر عشر بشيل واحد سنتي خلوس من اعلى اللي هو الخلوس يبقى اتنين متر تسعة ويطلق عليها فتحة نجارة يبقى فتحة المباني من بداية البلاط لحد العتب أما فتحة النجارة من بداية البلاط لحد مين لحد أول الحل اللي هي بنشيل 1 سنتي خلوص فأصبحت فتحة النجارة 2 متر 9 بنقص صمك الحلق بعد عمل فريزة 4 سنتي بنقص 1 سنتي خلوص من أسفل واتفقنا أن نكتب البيانات بتاعتنا دي موجودة في الحل أو في مباند الملاحظات بعد كده بزود الضفر 2 في 5 من 100 طبعا يطلع لطول لقيم 2 متر كام 14 البند اللي بعد كده الرؤوس العليا والوسطى طيب هل يا طارى ناخد الرؤوس العليا والوسطى مع بعض؟ أيوة ناخدهم مع بعض لأنهم مقطع واحد والاتنين موجودين في نفس الفتحة يبقى طبعا هاخد الرأس العليا وعندي أربع رؤوس وسطى يبقى هاخد العدد وكتب العدد كام؟ خامسة طب هل يا طارى ينفع نفس الكل بند الواحده؟ طبعا ينفع بس هتكتب العدد في الرأس العليا واحد والعدد في الرؤوس الوسطى العدد أربعة ولكن يفضل أن أنت تدمج البندين على بعض عشان خاطر الوقت وفي نفس الوقت هي دي الطريقة الصحيحة والسريعة لحساب الرؤوس يبقى أنا عندي هنا الرأس العليا والرأس الوسطى العدد أربع رؤوس وسطى ورأس عليا يبقى العدد كام خمسة من قطاع عشرة في خمسة في طالب عايز يسأل يقول طيب ليه ما أخدناش الأوايم مع الرؤوس لأن الأوايم موجودة في فتحة 2 متر عشرة لكن الرؤوس موجودة في فتحة كام 1 متر كمان بزود في الأوايم اللي فيها النقر بزود فيها ضفر بيكون 5 سنتي أما في الرؤوس بزود تلسين 2 سنتي ونصي بما ينفعش أضم الاتنين على بعض تعالوا مع بعض نشوف كده الرؤوس طبعا احنا طلعنا الرؤوس 5 سنتي ليه 5 سنتي؟ لأن نقصنا 1 سنتي خلوس يمين 1 سنتي خلوس شمال يبقى نقصت 2 سنتي بالنقص من المتر وزودت تلسين 2.5 يمين و2.5 شمال يبقى أنا زودت 5 سنتي تلسين ونقصت من الخمسة 2 سنتي اللي هو الخلوس يبقى أنا عندي بالزيادة 3 وانا عندي الفتحة كام عندي الفتحة كام متر؟ طبعا بشيل بشيل سمك الحلق يمين وسمك الحلق شمال يبقى أنا نقصت 8 و2 خلوس يبقى أنا نقصت 10 وزودت 5 يبقى أنا محتاجة أشيل من الفتحة الأساسية 5 يبقى يديني كام 95 طبعا فتحة النجارة هتبقى 98 عشان شيلت الخلوس يمين والخلوس الشمال بعد كده بنقص صمك الحلق يمين وصمك الحلق شمال 4 سنتي يمين و4 سنتي شمال يبقى 8 8 من الـ 98 يديني 90 وبعد كده هزود التلسين 2 في 25 من ألف يبقى 95 يبقى إيزا طول الرأس العليا والوسطى الروس كلها تبقى كام 95 زي ما أنتوا شايفين ندخل على البند رقم 5 الرأس السفلة والصواري البندي لا أقرأون 5 الرأس السفلة طيب هنا في سؤال مهم لماذا أخذناش الرأس السفلة مع الرؤوس العليا والوسطى؟ طبعا القطاع مختلف الرأس العليا والوسطى 10 ف locked لكن الرؤوس السفلة 20 في 5 عشان كده فصلت البندين دول لوحدهم لكن كانت الرؤوس العليا والوسطى من قطاع 10 في 5 امتى افصلهم لما يكون القطاع الرأس العليا 10 في 5 والرؤوس الوسطى 15 يبقى كده هتطر ان انا اعمل كل بند لوحده احط بند الرؤوس العليا لوحدها والرؤوس الوسطى لوحدها عشان كده عملت الرأس السفلة لان من قطاع 20 في 5 وهنعرف ليه بنحطهم لوحدهم لان احنا هنعمل كشف المغلق على قطاعات الاخشاب من حيث العرض والصم تعالوا مع بعض كده نكمل طبعا الرأس الصفلة نفس الرأس العليا والوسطى موجودة في نفس الفتحة متر بشير خلوص يمين وخلوص شمال بشير الحلق يمين والحلق شمال بعد كده بزود التلسين هيبقى كما هقول بدل مكتب هقول كما في البند السابق رقم 4 واكتب الطول بتاعي كام 95 نكمل بقى الصاري أيوة تعالوا نخش مع بعض كده نجيب برضو شريحة نوضح ما هو الصاري ولماذا بيعمل فيه هذا الباب بالتحديد نجيب هؤلاء الألم هؤلاء بتاعنا بصوا يا شباب ادي الراس الوسطى انا اخد كده جزئية صغيرة وادي الراس الوسطى اللي تحت اتفقنا ان احنا نعمل فيه الجزئية اللي في المنتصف دي صاري ايه صاري ده عبارة عن راس بتتعشق مع الراس الوسطى بلسان قدره 2 سنتي ونص وهنا برضو بحط لسان قدره 2 سنتي ونص وبحط الصاري في المنتصف عشان يديني حشوة مهرمة ناحية اليمين ويديني حشوة مهرمة ناحية اليسار زي ما انت شايف يبقى الصاري ده بحطه فيه المنتصف ويعشق مع الراس الوسطى من اعلى ومن اسفل بواسطة لسان قدره 2 سنتي ونص من فوق و2 سنتي ونص من تحت ويطبق عليه زيادات التشغيل اللي هي التلسين ولكن اللسان ده من نفس طول الصاري طيب انا عندي كم صاري انا عندي خمس صواري العدد خمس صواري موجودين يبقى العدد هاتي بخمسة العرض سبعة ونص والصمك خمسة عايز اجيب الطول بالمتر تعالوا مع بعض كده نشوف قادي فتحة النجارة اللي هي 2 متر 9 بعد ما شيلت الواحد سنتي خلوس هبتدي انزل من فوق هشيل سمك المعبرة بعد عمل الافريز وهشيل الراس العليا وهشيل الاربع رؤوس وسطى وهشيل الراس الصفلة وهشيل الخلوس الارضية هبتدي انقص كل حاجة من اعلى لأسفل واحدة واحدة تاني كده مع بعض انا موجودة الصواري موجودة في الفتحة 2 متر 10 هبتدي من الاتنمتر 10 هشيل 1 سنتي خلوس هبتدي اشيل سمك المعبرة بعد عمل الافريز اللي هي 4 سنتي هبتدي اشيل الراس العليا 10 والاربع رؤوس وسطى فبدل ما اقول رأس وسطى نايس الراس الوسطى 10 نايس 10 هقول 5 رؤوس اللي هي العليا والوسطى في عرض 10 يبدأ اشيل 10 10 عدد الرؤوس 5 في 10 بعد كده هشيل الراس الصفلة 20 سنتي بعد كده هشيل 1 سنتي خلوس ارضية واجمعهم مع بعض واطرحهم من الاتنمتر 10 يديني تقريبا حوالي متر 34 هقسمهم عن الاربع الخمس صواري هيديني تقريبا كل صاري حوالي 27 سنتي تعالوا كده مع بعض نشوفها ايه دي فتحة النجارة اصبحت 2 متر 9 بعد ما شيلت الواحد سنتي خلوس اصبحت فتحة نجارة سمك الحالي بعد عمل فريزة 4 سنتي يبقى 4 من 100 زائد هبتدي اسف هنقص هنا دي نقص 5 في 10 اللي هي الرؤوس العليا والوسطى نقص الراس الصفلة ناقص خلوس ارضية هنجمع دول كلهم مع بعض ونترحهم من 2 متر 9 يديني متر 34 هقسمهم على عدد الصواري اللي هم 5 هيديني طول الصاري الواحد 27 من 100 هبتدي ازود اللسان اللي لسه يديني عليه بيتعشق الصاري مع اللسان 2.5 و 2.5 يبقى انا هزود 5 على 27 وهزود تلسين لان ده رأس 2.5 من اعلى و 2.5 يبقى انا هزود 5 و 15 على 27 يبقى طول الصاري هيبقى كان بالزيادة 37 فيه هنا نقطة حاببة ورهها لكم خلي بالك ان طول الصاري 27 وطول الصاري قد طول الحشوة يبقى انت بارته جده جبت بند الحشوة وانت من بدايتها ايه في نفس البند هنكررها تاني في بند الحشوات بس طبعا خليك فاكر ان طول الحشوة بيسوي طول الصاري قبل الزيادة 27 نكمل مع بعض كده بند رقم 7 قوائم البر ومعبارة البر طبعا الطلبة كتير بيتلغبطوا في حتة البر دي فحاببة سهلها شوية عليك وقد تكون هي عملية سهلة بس احفظها لك شوية بحيث ان هي تكون سهلة معاك في الحسابات وكمان هي حساباتها بسيطة دايما في البر بنقص حكتين وبزود حكتين يبقى عشان اجيب البر بنقص حكتين وبزود حكتين ايه الحكتين اللي بنقصهم بنقص خلوص واركوب على نص الحل زي ما انتوا عارفين ان البر ده من انواع الحليات وبحطه على منتصف الحل والحل يسمكه اربعة يبقى يركب على نص اتنين وبركب البر اللي هو عبارة عن حلية او برواز خشبي بركبه عشان يسديني الفراغ اللي ما بين الحل الفراغ اللي ما بين الحل وما بين الحائط يبقى البر دوت عبارة عن حلية بتوضع تديني برواز لضرفة الباب وفي نفس الوقت بتسديني الفراغ الموجود اللي ما بين اي من الحل وما بين الحائط الحائط فدايما لما تيجي تحسب البر تنقص حاكتين وتزود حاكتين ايه الحاكتين اللي هتنقصهم هتنقص خلوس وركوب وهتزود عرض البر وقطعيات طب القطعيات دي عبارة عن ايه زيادة تشغيل بيكون قدرها حوالي اتنين سنتي ونص في الاوايم بنقص كل حاجة من فوق لكن في المعبرة بشير خلوس يمين وخلوس يمين كل حاجة بضربها في كام في اتنين تعال نشوف كده مع بعض زي ما انتوا شايفين قادي اوايم البر فتحة النجارة اصبحت اتنين متر تسعة بعد ما شلت الخلوس يبقى هنقص خلوس وهنقص ركوب طبعا انا قصت خلوس من فتحة المباني فاصبحت فتحة نجارة اتنين متر تسعة فركوب على نص الحل اتنين لان الحل اربعة يبقى يركب على اتنين يبقى شيل الاتنين التانين يبقى ناقص ركوب زائد عرض البر وعرض البر سبعة ونص وتكتب خمسة وسبعين من الف زي ما احنا ذكرنا قبل كده ان احنا شغالين بالمتر الطولي يبقى باشتغل بالمتر هتبقى السبعة ونص معناها خمسة وسبعين من ألف زائد اتنين في اتنين ونص معناها خمسة وعشرين من ألف والاثنين ونص الزيادة دي عبارة عن قطعيات يعني زيادة التشغيل ولكن بسميها في البر قطعيات يبقى نقص اتنين وهزود سبعة ونص وخمسة هيبقى عند زيادة او طول الآيم هيبقى تنين متر كام 2 متر 20 طول قايم البر تعالوا مع بعض نشوف المعبرة طبعا المعبرة برضو بنقص حاجتين وبزود حاجتين بس كل حاجة بضربها في 2 هنقص خلوص من الجهتين الفتحة كانت متر فأصبحت فتحة نجرة كام 98 بعد ما شلت الخلوص يمين وخلوص شمال هنقص ركوب على نص الحل برضو البرة هيركب نص يمين على 2 يمين و2 شمال يبقى نقص الاتنين الباقية يبقى نقص 2 في 2 من 100 ركوب على نص الحل وهزود عرض البر من الجهتين 2 في 75 من 1000 وزود التلسين بتاعي أو القطعيات آسف بسميها قطعيات لا هي ضفر ولا تلسين بسمي القطعيات زيادة التشغيل في المعبرة وفي البر 2 في 25 من 1000 هيديني متر 14 يبقى طول المعبرة بعد الزيادة هتبقى متر كام 14 فتكرها دايما بنقص حاجتين وبنزود حاجتين بنقص خلوص وركوب وبزود عرض البر وقطعيات والقطعيات سابتة في البر بتكون قدرها 2 سنتي ونص تعالوا مع بعض كده نكمل بند رقم 9 أهم بند طبعا في المؤيسة لأن بقيت البنود التانية بتكون شبيهة للمؤيسات كلها لكن بند الحشوات ده البند المختلف وهو ده البند اللي بيكون فيه درجات أعلى أو الدرجة المميزة للطالب لأن معظم الطالبة بيسيبوا الحشوات مع العلم أن أنت جبت بند الحشوات طول الحشوة أثناء ما أنت بتجيب طول الصاري طبعا أنت عشان تجيب طول الصاري نقصت من أعلى الأسفل نقصت خلوص ونقصت سمك المعبرة ونقصت الراس العليا والرؤوس الوسطى والراس السفلة والخلوص وطرحتهم من الاتنين متر عشرة الداني متر أربعة وتلاتين أسمتهم على الخمس صواري الداني طول الصاري 27 وطول الصاري هو نفسه طول الحشوة لأن أنا بحط الصاري عشان يفصل لي ما بين حشوتين يبقى أنت جده جبت طول الحشوة في البند بتاع طول الصاري تعال كده مع بعض برضو نشوف بلاحظ هنا دايما أنه هو طبعا العرض والصمك مجهول يبقى أنا عندي هنا العدد عشرة لأنهم عشرة خمسة يمين وخمسة شمال السمك تلاتة وتمانية متدهوني ولكن العرض والطول مجهول كان دايما الطول بيبقى مجهول هنا أنا محتاجة أجيب طول وعرض بس نتذكر أن العرض الخشب المسكي سبعة ونص لتلاتين سنتي بزيادة قدرات اتنين سنتي ونص نبتدي مع بعض كده نشوف بند الحشوات عايز أجيب طول الحشوة أو ارتفاع الحشوة اللي موجودة في فتحة اتنين متر عشرة وعايز أجيب عرض الحشوة اللي موجودة في فتحة متر هنبتدي واحدة مع بعض كده اتنين متر عشرة بنقص خلوص زي الصاري بالزد بنقص سمك المعبرة بعد عمل لفريز بنقص الخمس رؤوس العليا والوسطى عشرة بنقص الراس السفلة عشرين بنقص خلوص أرضية بنقصه من الاتنين متر عشرة يديني متر اربعة وتلاتين بقسمهم على الخمس حشوات بيديني سبعة وعشرين من مية نفس طول الصاري ولكن في الحشوة بزود مفحار وتقصيب الحشوة عشان تركبها بزود لها واحد سنتي مفحار وواحد سنتي زيادة تشغيل بسميه تقصيب يبقى بزود أربعة على السبعة وعشرين يدينه طول الفتحة طول الحشوة كام واحد طيب عايز أجيب عرض الحشوة العرض موجود في الفتحة المتر هنبتد نشيل خلوص يمين وخلوص شمال يبقى 2 سنتي خلوص من الجاتين لا السمك قايم الحلق بعد عمل فريز يمين وسمك قايم الحلق شمال يبقى 2.4 من مية بنقص عرض القايم يمين وعرض القايم شمال بعد كده هشيل للصاري بشيل كل حاجة ما بينهم لحد ما وصل ليه عرض الحشوة وعنده هيبقى حشوتين يبقى بعد ما وصل للعرض هقسمهم على الاتنين يديني عرض الحشوة الواحدة تعال كده مع بعض هيديني هنا كام 62.5 بعد ما طرحت الخلوص وسمك الحلق بعد عمل الفريز وقايم الضالفة يمين وشمال بنقص عرض الصاري اداني طول الحشوتين على بعض عرض الحشوتين على بعض 62 سنتي هقسمهم على الاتنين يديني 31 بعد كده هزود المفهار والتقصيب فأصبح العرض كام 35 وطبعا أنا ما عنديش عرض 35 يا شباب فلازم نخلي بالي من الحتة دي ما عفيش عندي عرض 35 طب هنعمل ايه هوريك دلوقتي هنعمل ايه ركز بسي كده معايا أنا جبت طبعا آدي الحشوة الواحدة آدي طول الحشوة وآدي عرض الحشوة الحشوة وطبعا هي حشوة مهرمة أنا جبت طول الحشوة أو ارتفاع الحشوة كام 31 ما فيش اي مشكلة في الطول معلش 31 أما العرض الحشوة طلع عندي كام 35 وأنا ما عنديش عرض 35 هعمل ايه هتطر ان انا اطبق عملية اللحمات ذكرنا قبل كده في حالة الحصول على عرض غير موجود في الخشب المسكي بابتدي أبتدي ألسق أو ألزق لحين جنب بعض أو أكتر للحصول على عرض غير موجود في السوق واللي موجود في السوق العرض العرض بتاعه بيكون الخشب المسكي من 7.5 سنة لـ 30 سنة لكن هنا العرض هنا 35 يبقى اضطر ان انا اعمل ايه هبتدي اقسم العرض ده نصين واقسمهم عرض سبعتاشر ونص وسبعتاشر ونص زي ما انتو شايفين يبقى اذا الحشوة الوحدة مش هتكون حتة وحدة وما هتكون كام لوح عبارة عن لوحين بجنب بعضهم واتلزقوا مع بعضهم او تلسقوا عن طريق اللحمات سواء كان لحام بزدابة او دكر وانتاء زي ما احنا بنقول او بكوايل او اي نوع من اللحمات ولكن احنا بنستخدم دايما اللحم اللحم اللي هو بزدابة فالعرض هيبقى 17 ونص نرجع تاني نشوف في الشرايح بتاعتنا او العرض هيكتبه 17 ونص ولكن هضرب هنا في اتنين هضرب هنا في كام في اتنين يبقى العدد مش هيبقى عشر حشوات ولكن هيبقوا العشر مقسومين كل واحدة مقسومة اتنين فيبقى عشر يمين وعشر شمال يبقى انا هضرب في اتنين عشان اقول له ان العرض الحشوة ليست حشو عرض واحد ولكن هم اتنين وعملت العرض الاساسي بتاعي اللي هو كام اللي موجود 17 ونص طبعا هنا هنبتدي نعمل كشف المغلق وكشف المغلق زي ما انتم عارفين احنا بنجيب الخشب بتاعنا من المغلق وليه اطوال وليه عرض وليه صمق الاطوال بتاعته بتبدأ من 3 الى 600 بزيادة قدرها 30 سنتي ولازما يا شباب اكتب الاطوال دي في بداية كشف المغلق وانت بتسطر كشف المغلق ابتدي سيب مكان في اعلى الكشف اكتب في الاطوال عشان هتحتاجها في عمل الاطوال لان مش هينفع تاخد الطول الموجود ولكن انت هتشتغل على الطول الموجود في الاسواق والموجود طبعا من 3 لستة متر تعالوا كده مع بعض نشوف تمام ادي كشف المغلق وقلنا ان كشف المغلق الغرض منه ايجاد كمية الاخشاب يبقى انت عملت احنا خلصنا كشف الكمية يبقى هنبتدي نشتغل على كشف المغلق من كشف الكمية واحدة واحدة كده مع بعض يبقى كشف المغلق الغرض منه ان انا اجيب كمية الاخشاب لكم باب هو قال لي لاربع ابواب يبقى انا هبتدي اعمل كشف المغلق بتاعي على اعمل حساب اربع ابواب لكن كشف الكمية كان لباب واحد يبقى اعمل حسابك ان انت هتجيب كمية الخشاب بتاعتك لاربع ابواب من نفس النوع وطبعاً كشف المغلق بتعمل بالمتر المكعب فيبقى لطول ولعرض ولصمق وهنشتغل على أطوال الموجودة في المغلق اللي هي زي ما احنا قلنا بتبدأ من 3 إلى 600 بالزيادة قدرها 30 سنتي مع بعض كده نشوف كشف المغلق كشف المغلق لعدد أربع أبواب من نفس النوع هنجتد نعمل الجدول باند بين الأعمال العدد القطاع بالصمتي الأسف المقاسات بالمتر عرض صمق جزئية كمية تفصلات إيه الجزئية وإيه الكمية لو الباند الواحد ده ينفع التاخد في جزئية واحدة ماشي مش هينفع هبتدي أعملهم على جزئتين أو تلاتة واجمع الجزئيات مع بعضها وحطهم في كشف في باند الكمية وباند التفصلات ده هبتدي أفصل فيه الخشب على حسب الأطوال اللي هشتغل عليه تعالوا كده مع بعض هبتدي أخد بالمتر الطولي خشب موسكيليزول هبتدي أشتغل على القطاعات سي ما ذكرنا قبل كده كشف المغلق هبتدي أشتغل على القطاعات وأول قطاع عندي اللي هو قطاع 15 في 5 يبقى دايماً بشتغل في كشف المغلق على مين على العرض والصم فأول قطاع عندي 15 في 5 طيب إيه البنود المتشابهة من حيث العرض والصم عندي باند رقم واحد اللي هو أوائم الحل وباند رقم اتنين اللي هو معبارة الحل وباند رقم ستة اللي هي الصواري طب الصواري دي كان قال لي تأخذ من قطاع 15 في 5 هي كانت 7.5 قال لي لا هتأخذها من قطاع 15 في 5 وإنت بتجيب الخشب بتاعت هات العرض 15 في 5 يبقى أنا هشتغل معاه إن هي من قطاع 15 في 5 ولما جيب الخشب هبتدي أقسمه من العرض نصين عشان هشتغل على السبعة ونص اللي هو طوء عرض مين عرض الصواري يلا كده مع بعض نشوف يبقى العرض هنبتدي من أول قطاع 15 في 5 باند واحد وباند اتنين وباند ست هل يطرى ينفع دمهم مع بعض فلو خشب واحد طبعا مش هينفع تعالوا كده مع بعض نشوف هيطلع طول اللوح 5.40 والعدد هيطلع 4 وطبعا هضرب العدد في الطول في العرض في السمك هيديني الجزئية وهبتدي أعمل البند التاني ده الوحده ليه؟ لأن خاطر ده هيتقسم نصين فهيبقى ليه قطاع لوحده وهيطلع 3.90 والعدد هيبقى 1 والجزئية هتبقى 6 في حالة الجزئية هجمحهم على بعض يديني الكمية كام هيديني الكمية 22 الجزئية 22 بلجزئية الكمية تعالوا مع بعض نشوف بند التفصيلات ده عملناه إزاي في الشريحة الجاية دي هبتدي أخد بند التفصيلات لوحده عشان يظهر لك ويوضح لك فبند التفصيلات خدته لوحده ولكن هو موجود معاك في نفس الكشف تعالوا مع بعض ناخد أول أول بندين اللي هو بند واحد وبند اتنين أوائم ومعبارة الحل طبعا الأوايم العدد اتنين وطلع طول كل آيم كام اتنين متر 19 فهكتب كده إما فوق أو فيه داخل اللوح الخشب بعمل اللوح خشب الفرق ما بينه نصف سنتي وابتدي أقسم اللوح كأنه ده اللوح خشب يعني وأقسمه إلى حتتين اللي هي آيمين وواحدة معبارة طول الآيم اتنين متر 19 يبقى عندي آيمين اتنين متر 19 اتنين متر 19 والمعبارة طولها كان متر ثلاثة طبعا لما نجمعهم نجمع بقى الاتنين متر 19 زائد الاتنين متر 19 زائد المتر ثلاثة هيديني خمسة متر واحد واربعين طبعا اللوح ده بتاع باب واحد وأنا محتاج أعمل أربع أبواب يبقى أنا محتاج أجيب أربع ألواح خشب من نفس الطول ولكن مش موجود خمسة متر واحد واربعين الموجود خمسة متر أربعين طبعا أنا مزود زيادات تشغيل معايا كتير فيبقى هجيب اللوح العرض الطول خمسة متر كام أربعين ليه الخمسة متر أربعين لأنه هو ده الموجود عندي في المغلق بالأطوال اللي أنا لسه أقول لك من ثلاثة إلى ستة متر تاني يا شباب أنا ببتدي أرسم في التفصيلات اللوح خشب الفرق ما بينه خطين الفرق ما بينه منص سنتي وابتدي أخد بند واحد واثنين مع بعض في نفس اللوح وأنا أما جيبه هبتدي أقسمه على حسب 2.19 للايم اليمين و2.19 للايم الشمال ومتر ثلاثة للمعبرة هيطلع لي الطول بتاعي خمسة متر أربعين وطبعا اللوح دوت كان بتاع باب واحد أنا محتاج أعمل أربع أبواب من نفس النوع يبقى أنا هجيب أربع ألواح من نفس الطول اللي هو خمسة متر كام أربعين طبعا هنكمل برضو الحتة دي تاني طيب بالنسبة للبند التاني اللي هو بند رقم 6 اللي هو بند الصواري هو قال الراجل قال لي لا أنا مش عايز 7.5 هتعرض 15 وقسمه من المنتصف فيديك 7.5 و7.5 طيب أنا كان عندي كم صواري كان عندي 5 صواري عندي 5 صواري طول الصواري تقريبا طلع حوالي 27 سنتي فهبتدي أخد آدي 5 للباب الأولاني وآدي 5 يبقى كده 2 وطبعا زيهم 2 تحت إذن اللوح ده هيعمل 4 أبواب يبقى اللوح ده هيكفي 4 أبواب للصواري يبقى أنا محتاج أجيب كم لوح محتاج أجيب لوح واحد لأن اللوح ده هيعمل كام باب هيعمل 4 أبواب وأنا محتاج أعمل صواري لل4 أبواب زي ما أنت شايف كده تعالوا مع بعضك كده نشوف طبعا هم عشرة أنا بدل ما أخد 5 خدت كام خدت 10 وأسمت العشر رمصين فأصبح عندي 20 وكل باب محتاج خمس صواري يبقى أنا عندي خمسة وخمسة وخمسة يبقى أنا محتاج لوح واحد وأقسمه بالطريقة اللي انت شفتها دلوقتي فيديني عشرة في السبعة وتلاتين طول الصاري يعمل تلاتة متر سبعين وأنا مش موجودة عندي في المغلق تلاتة متر سبعين فباخد دايما بالزيادة إيه اللي بعد التلاتة متر سبعين اللي موجود في المغلق تلاتة متر تسعين نرجع تاني يبقى خلي بالك أنا هنا طنع الطول عندي كام خمسة متر أربعين والعدد كام أربع ألواح أما البند التاني اللي هو الصواري عندي العدد هيبقى واحد والطول هيطلع تلاتة متر كام تسعين نرجع تاني لبداية الكشف زي ما أنت شايف العدد هنا في الأوايي البند واحد وبند اثنين يا عدد العدد أربع ألواح طوله خمسة متر أربعين وزي ما أنت شايف العرض خمستاشر من مية في خمسة من مية عشان أجيب الجزئية بضرب العدد في الطول في العرض في السمك يديني جزئية لها 16 من 100 باخد رقمين عشرين طيب بند رقم 6 قلنا العدد واحد والطول تلع 3 متر تسعين هو ده الموجود عندي في المغلق و 15 في 5 بضرب الواحد في 3 متر تسعين في ال 15 من 100 في ال 5 من 100 يديني 6 من 100 متر مكعب هبتدي أجمع الجزئتين هيديني 22 من 122 سنتي يبقى إذن كمية البند قطاع 15 في 5 بتعملت 22 سنتي نبتدي نروح على القطاعات اللي بعد كده طبعا القطاع اللي بعد كده قطاع 10 في 5 برضو عندي بندين قطاع 10 في 5 اللي هو بند الأوايم والرقوس طبعا عندي الأوايم 2 بطول 2 متر 14 أما الرقوس عندي 5 رقوس ليه عليا و 4 وص يبقى عندي 5 رقوس طول الرأس 95 لأنه بشتغل طبعا على الطول والعدد هبتدي أخد طبعا كل بند الواحده ولكن في بند الواحده كل جزئية الواحده تعالي نشوف مع بعض هو قال لي العدد هيبقى 4 الطول هيبقى 4 متر 50 والعرض 10 السمكة 5 تعالي نشوف مع بعض جابي الكلام ده ازاي في بند التفصيلات آه دي بند التفصيلات حطيته الواحده خدت بند تلاتة الواحده اللي هو بند قطاع 10 في 5 قوائم الضلفة عندي طبعا كم آيم عندي آيمين طلع طول الآيم 2 متر 14 يبقى أنا هجيب لوح وأقسمه 2 خلي بالك ده للباب الواحد يبقى نجمع كده 2 متر 14 هبتدي نرسم لوح خشب الفرق ما بينه 0.5 سنتي زي ما انت شايف وقسمه على حطتين لاني أنا عندي الباب الواحد محتاج كم آيم 2 بطول 2 متر 14 طبعا هيديني 4 متر 28 اللوح ده طبعا بتاع باب واحد يبقى أنا محتاج عندي عشان أعمل 4 بواب محتاج 4 ألواح بطول 4 متر 50 بعد كده طبعا عندي الخمس رؤوس هبتدي أقسم برضو اللوح على 5 في 95 هيديني حوالي 4 متر 75 طبعا اللوح ده بتاع باب واحد يبقى برضو هجيب 4 ألواح نرجع تاني كده بشكل سريع يبقى عرفت ازاي بجيب العدد والطول وطبعا العرض والسمك موجودين الجزئية بضرب العدد في الطول في العرض في السمك يديني 9 وبرضو كذلك بضرب هنا العدد وابتدي أجمع الجزئتين على بعد يديني 18 وبكتب في الكمية كام 18 طبعا دي طبعا احنا كده خدنا حوالي 3 بنود من المؤيسة لسه عندنا الحشوات بند الحشوات هنسيبوا الحلقة القادمة ان شاء الله ودي كانت نهاية حلقتنا اتشرفت بيكم وبالتوفيق والنجاح ان شاء الله دمتم في حفظ الله وامن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته